سيد أحمد إلى أي مدى فكرة إصلاح أو هيكلة هذه المنظمة مطروح في المناقشات خلال هذه الدورة في الحقيقة مع بداية عام 2018 ومع استلام السيد أنتونيو وطيرس مهام عمله كأمين عام للأمة المتحدة لفترة جديدة تبدأ من 2018 من أربع سنوات كان فيه حالة من السعادة عامة 194 دولة أعضاف الأمم المتحدة حيث أنه يحمل من الخبرات ما يؤكد أن هناك نوع من التجديد يتطلع إليه العالم هو الحقيقة بيحمل عشر سنوات من آخر فترة خدمته كان مسؤول عن قضايا المهاجرين أو اللاجئين وبالتالي الصراعات التي شهدتها مناطق كثيرة جدا من العالم وازدياد عدد المهاجرين أو اللاجئين بشكل غير مسبوق عطت نوع من الأمل أو شجاعة الأمل أنه سيكون هناك نوع من التجديد في هيكلة الأمم المتحدة هو بنفسه أعلن أن الأمم المتحدة كمؤسسة عالمية شبه نوع من البورقراطية في الأداء الوظيفي والإداري سواء في داخل المقر الرئيسي أو في المكاتب الفرعية على مستوى العالم أو على مستوى العمليات على مستوى الأرض من ضمن الأجهزة الأساسية في الأمم المتحدة الجامعية العامة يصدر عنها قرارات مجلس الأمن تصدر عنه توصيات وقرارات الجهاز الذي لديه قدرة على التنفيذ وحل المشاكل على الأرض هو مجلس الأمن أيضا منذ سنوات منذ تأسيس بتظل قضية الخمس دول الكبرى اللي عندها حرية الاعتراض أو حق الفيتو بتشكل حياة أزمة كثيرة جدا أن بعض المشاكل عندما نقترب من أسلوب لحلها تتعطل رذرا لاختلاف المصالح فأعتقد أن الأمين العام الجديد وجهته كل هذه التحديات أيضا هناك تحديات بتواجه التمويل بتاع الأمم المتحدة أكبر دولة في العالم وهي الدولة المشتظيفة أو المضيفة للمقر الولايات المتحدة الأمريكية رئيسها أيام حملته الانتخابية دونالد ترامب أعلن أن أنا حقفض ميزانيتي للأمم المتحدة وكان أحد تصريحاته اللي أثارت نوع من الجدل يعني أن هذا المبنى هو عبارة عن نادي يلتقي فيه الناس لتناول القهوة أحد كبار المشؤولين الأمريكيين أيضا للأسف كان عنده تعليق شوية مش مناسب أن هذا المبنى عنده 38 طابق لو أزلنا منهم عشر طابق إيه اللي حيحصل يعني؟ المشاكل اللي حصلت على الأرض من خلال منطقة زي الشرق الأوسط الصراع اللي في منطقة البحر الصين الصراع الكوري مبين الشمالية والجنوبية الحقيقة وجد العالم من خلال آلية التنفيذ دعات الأمم المتحدة أنه لازم يعاد النظر أن فيه دول عشان تعاد كتلة التصويت بشكل تتاح الفرصة لدول في أفريقيا ودول في آسيا أن يكون فيه تمثيل حقيقي سيد أحمد هل هذا مدرج في المناقشات التي ستتم خلال هذه الدورة؟ أعتقد أنه بالتأكيد أحد الأولويات نحن نضحس كمان كلمة السيد الرئيس عبدالتاح السيسي أمام قمة مندلة اليوم أشار إلى دور مصر في أفريقيا وأشاد بنفس الكلمات الخاصة بالسلام والأمن والديمقراطية وحرير الشعوب اللي اتكلموا عنها كل الرؤساء ولكن اتكلم الحقيقة عن قصة العالم كله بيواجهها بتاع الإرهاب والدور اللي مصر قاية بيه وقال كمان أننا بنهتم جدا بمساعدة التفكير القائم والفعلي في أن إعادة الفرصة لإعادة الأمل في تشكيل جديد يغير من الهيكلة التقليدية اللي عاشتها لأمم المتحدة وعجزت في كثير من الأوقات عن أنها تجد حل عملي يخلي شعوب العالم تستثقة في أداءها كان الكلام ده مطروح وعمل مطروح في خلال الجلسات